موسيقى السلام عليكم ورحمة بيكم معكم أي دريسي وراد مرادة كيبسي السلام عليكم ورحمة بيكم أنا مرادة كيبسي ومدام أي دريسي لزوجتي احنا مؤسسي وربي إلومينك في الواقع احنا في عالم التعليم والتدريس عن بعض كان عنا تاريخ وراجح كيبسي قبل مرشي سأبدأ بالبداية في العالم التعليم وفي كل حالاتي تسمى جديد في تونس بدايتي كانت في أربعة خمسة سنين لتالي خلينا قلوه وكان الفضل للصديقي وخويا سامي مرحين وصديقي التقييد من مسعود الذين دخلوني في العالم التعليم وفي السنوات هذه الحقيقة تعلمت بعض الأعجات وذلك لماذا؟ خمومة اليوم لأسس هذه المنصة بمشاركة زوجتي ايدرسي نحكي لكم متبعاة على المربي e-learning وهو الفيديو احساسا لكي نفصل العباد ماذا هو المربي e-learning ماذا هي المنصة هذه ماذا تقدم لكي تعالوني في الحكاية هذه في الحقيقة لو كنا نعطيك الكلبات عليش المربي e-learning في الواقع اسم المربي اخترناه انا امورات بعد طول تفكير وتخمام حبينا كلمة المربي على خاطر التعليم والتدريس هي تربية قبل كل شيء المربي e-learning مشروعنا هذا بدأ بحلمنا صغيرة بسيطة بدأت التطور مع الأيام عليش؟ على خاطر القاتل صدى كبير كوسوسوى عند المربيين زملائنا وإلا عند أعزائنا التلاميذ الشيء اللي شرجعنا باش نطوروا أكثر فأكثر بيالوكي مراج يزيد ايدلنا على اللي احنا بديناه من اللوش ما هي تكساحة خليني نحكي شوي عن المربي e-learning كما فهمت وذولي وعرفت مربي e-learning هي منصة تعلمية 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 تربية المنصة يشرف عليها المجموعة كبيرة من الأسادة الأكفاء الأسادة تربط بينهم برشة نقاط اللي هي أهمة أن الناس تحب خدمتها تحب تتلوذتها وتحب تطور خاصة في خدمتها وذلك حاجة مهمة برشة أكيد لكي نطوروا المشروع بدأنا في 2019 بدأنا بصفحة فيسبوك والصفحة كانت الأسادة الناشطة وعطيت تلاوضاها بطولهم لكي نطوروا وبعد تطورنا بشوية بشوية ولكننا عملوا دي فيديو دي فيديو دي فيديو دي فيديو دوكو وبعد تطورت لهم أكثر واللينا نعملوا في حساس مباشرة تصورون في المدة الأسادة أعطان أكثر برميات حصة مباشرة مجانية تقريبا في كل المواد التي يحتاجها للتنميذ لا نجمش نتعدى والمروم قبل ما نعطي شكرة شكرة كبيرة كبيرة برشاة للزملائنا اللي شايفوا عنا في العمل هذا طبعا نقولها قبل ما نتعدى والنقطة أخرى إنه اسم المربي في لقيقة عنه برشاة ومعنى معنى كبير برشاة وباش يكون المربي اللي هو يكون المعلم والأستاذ تكون عنده مكانة خاصة ما نحاول من خلال ما نقدمه ما نحاول نعطيه خلينا نقول شوية من حق المربي في تونس احنا كما تعرفوا الحق بتاعنا مهضوم شوية اجتاد من خلال المربي باشا نحاول الرجوع شوية من يعطي فيه المربي في تونس تعرفوا بإتباع اللي كل ما يكون المربي واخد حقه كل ما يساهم هذاك في التطوير الموضوبة التعليمية في تونس وبإتباع يطورنا بلدنا احنا مش نستهدو في الإطار هذائي والأيام القادم ماشانرا باش تبعين لكم اللي احنا باش نخليكم لكم مكانة خاصة بحول الله ودعا موشيخ صارة فيكم هو اجتاد صغير من احنا كارد جميل لكل المربيين في بلدنا زمالاتنا الأساذة في جميع المواد العلمية الأدابية اللغوية تحمسوا برشة للفكرة وعلى ذكرها حاولوا يقدموا أحسن ما عندهم بتبيعة الفئة التلميذ أول حاجة كان عندهم هجز كبير برشة اللي هي جودة اللي قاعدين يقدموا فيه والجودة هذيكا احنا من أولوياتنا على هذيكا عنا في كل مادة بخاتيكم أستاذ مهمتو كنترولي لكاليتي تتخافاتي بش هكلكم كتو على المحتوى جنوب بش يلقى التلميذ في المنصة اكيد كل المواد اللي يحتاج التلميذ للنجاح بش يلقها موجودة ان شاء الله هذا مجا مجا أخرى في إطار قولنا مراقبة المحتوى بش نعطيه محتوى علمي وبدووجي جاء ذا جودة عالية في الإطار هذا يكون عنا أساذ هذا عندنا أقدمية كبيرة خلينا نقول لكم اللي أقل أساذ بالنسبة لأساذ المراقبين للمحتوى يكون عنده أقدمية 28 سنة عمل من الاتباع بالأقدمية يكون أكيد قادر أنه يراقب المحتوى العلمي للمنصة في المواد الأساسية هذه الحقيقة حاجة مهمة بالنسبة للمنصة والذي نحن لأنه التنمية الذي يدخل راها أمانة عنها وبالتالي يلزب أن يقدمونه حاجة في المستوى حاجة لأكين تعاونوا بش يكون نفسنا صحيحة وتعاونوا بش ينجح وشاء الله يربي باتباعي يتفوق حاولنا من خلال الفيديو هذية نعطي لكم بسطة صغيرة على مشروعنا على برنامجنا هو موجه أساساً لكليم ذاتنا اللي نتمنى وورهم الخير والتوفيق الكل ماذا بينا نزيد ونتباصلوا معهم أكثر نورفورهم بيئة تربوية بيداغوجية ذات جودة وعلى هذيك نخلوهم وورهم في الأفضل ماذا بيالو كن وراد يحكي إبنا شرية الأفضل أكيد إن شاء الله المستقبل يكون خير تابعونا 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 على باش فيسبوك تابعونا على يوتيوب إن شاء الله باش تبقاهو جديد الحقيقة دي معنا جديدة احنا خلنا ندركم بجديد لتوتو وهو إنو من هنا فساعتا باش توليوه تابعونا على الموقع على الموقع المربي باش تبقى فيه البرنامج العمل منتاع المنصب هذا من جهة من جهة أخرى في القريب إن شاء الله في اليوم القادمة تنتظروا بإننا حاجة باية برشة إن شاء الله عرب كليم التلبان عرب كوي برشة في الحقيقة باش تبقى فيه أكيد كل اللي تحتاجوا إن شاء الله باش يحطهم على السكتر إنجاح نحب نقوله يا مواد اللي هو بقدت ربي باش يكون عرز جامع وشامل في البشة أمور تخذكم من قريب ومن بعيد إن شاء الله أكيد خاصة إنو بالنسبة لي نحنا عمنا طريقة كبيرة في العقيقة بتاع السادة باش يشرف على هالعرض هداي بحوال الله في كل المواد إن شاء الله يعني كل المواد التي تحتاجها باش تلقاها بحوال الله وباش تلقاها زادا بسهوم ونسبة لي إن شاء الله هوا أني فيه فريق أسيد ذا صحيح ميغانة زادا فريق بالنوع خاص يهم تليم ذا باش باش بالضبط الفريق الآخر في العقائق باش مناحبوش المفاجآت نخليكم باتم تاواتك تشفو اداء في العرض بحول اداء اللي هو باش يكون في الأيام القادمة إن شاء الله يا ربي على هذاك أعزائنا تلميذ ندعوكم باش تابعونا وبقطرة باش تلقاؤوا اللي تنتظروها بإذن الله تابعونا ماكومش تندموا إن شاء الله مرحب بكم وإن شاء الله بالتوفيق للناس أول سلام عليكم إلى اللقاء